كيكة سباستيان بالفستو استخدم جبن فلادلفيا و كريمة الفستو قبل الداهن هذا النوع نخلط اول شي هدو المكونات مع بعض لمدة دقيقتين على ما يمتزجوا تماما بعدين رح أضيف معزز اللون الأخضر وأخلطهم مع بعض أنا كل الشي من الأطراف بصير أنزل المحتويات ليش عشان أتأكد أنه كل شي يختلط هلأ بنبلش ننزل السكر بالتدريج على ما نتأكد أنه داب تماما بس يدوب السكر منزل البيض بالتدريج أنا استخدمت خمس بيضات كل بيضة لحالها نزلتها و بس اختلطوا تماما ضفت معلقة فانيلا صغيرة بعدين ببلش أنزل الكريمة كمان بالتدريج على ما أخلص الكمية آخر شي رح أضيف لطحين ضفته بها الطريقة و كمان بالتدريج عشان ليس لعندي تكتلات بس تختلط المحتويات تماما خلاص هيك العجينة صارت عندي جاهزة وبقالب التشيز كيك رح أحض ورق زبدة شوفوا كيف أنا هيك شوي جعلكت الورق عشان يعطيني التعرجات اللي مطلوبة يعني ضبطت القاعدة كويس و نزلت العجينة فيها طبعا الفرن عندي شغال من قبل يعني قبل بربع ساعة أنا كنت بشغلته وركزت الحرارة على درجة 200 أوكي و رح أخلي الشبك بالنص أيوة و بعدين بحط الكيكة لمدة خمسين دقيقة إلى ساعة و هلأ طلعتها و بخليها تبرد برة ساعة و بدخلها بالتلاجة أقل شي ثمان ساعات و هيك صارت عندي جاهزة و رح أزينها بالطريقة اللي بتناسبني عادي انتو شوف كيف بتحبوا تزينوها على راحتكم بدكم سكر بودرة تشوكلت فواكه أنواع أنا بس اخترت فرولة تمام و حطيت فستق مطحون بالنص بعدين عالوج حطيت كرامة الفستق هذا كله اختياري انتو فيكم تتفننوا بالتزين وبالنص حبيت أحط ورد مجفف أوكي بها الطريقة الكاكي طلعت بتشاهي شي جديد و طيب و بنصحكم تجربوه أهلي كتير حبوها سهلة و ممتعة يعني هيك انتو عم بتزينوها بتنبستو شوفوا كيف اسقسمتها ما شاء الله بالنص طلع كثافتها ممتازة وجربوها و قلولي رايكم و علينا و عليكم بألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة